السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثة 28 أيار مايو القمر اليوم موجود في برج الدلو طبعاً رح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 12 و 32 دقيقة من بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و 39 دقيقة ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد طبعاً القمر بما أنه موجود في برج الدلو مع ما تليوم منشعر بأنه بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها منود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبميل الأشخاص من حولنا إلى التصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وأيضاً فترة كثير من الأشخاص بفضل تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 وتسعة دقائق بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل طبعاً هاي الزاوية لها تأثيرات ثلاثة أيام مضت وثلاثة أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة 3 و 22 دقيقة صباحاً بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة ومن ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا هو الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 6 و 10 دقائق صباحاً بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جداً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 9 و 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لعلها أما مراجعات طبية أو فحصات ما في أي مشكلة طبعاً عندنا بطة الساق، الكاحل، الساق، وتر العرقوب، عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لباقي العضاء طبعاً ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي، ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر، زي ما حكينا بما أنه موجود في برج الدلو معنى تخلو المسار القادم رح يكون يوم الغد، الأربعاء بيبدأ الساعة 2.19 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش وبيستمر إلى ما بعد منتصف الليل الساعة 12.32 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر المحدب عمره 20 يوم الآن الساعة 9.19 دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش بصير 21 يوم نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 سعيد بنسبة 100% اليوم القمر في الدلو حتى يوم 35 سعيد بنسبة 85% الآن ساعات الصباح سعيد بنسبة 70% ساعات الظهر سعيد بنسبة 45% في ساعات العصر سعيد بنسبة 15% أما في ساعات المساء فمنتحس بنسبة 10% عطارت في الثور حتى يوم 36 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17.6 سعيد الآن بنسبة 70% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% المريخ في الحمل حتى يوم 9.6 سعيد بنسبة 15% والمشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة ومناسبة للعمل ضمن مجموعة بتخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهمش انك تنظم جدوى الأعمالك تحسبا لضيق الوقت برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهمش انك ما تشوه سمعتك بأي تصرف لأنه الظروف ضاغطة وممكن انك اذا استغلتها بشكل جيد تحمل لك فرصة عمل مهم بدك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش وسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبوسعكم اجتياز امتحان أو مقابلة ممكن تسافر أو توقع على عقد أو تروج لمواهبك أو اهتماماتك بدك تكون جريء أهمش انك ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول انك تثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة اليوم بيحملك انفراج يعني نقدر نقول مميز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم بدك تكون أكثر ثقة من بنفسك ومن كفاءتك وما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك اليوم ممكن تنشغل بملف إداري برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاولوا انكم تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة ولكن بدك تنتبه أن القمر مقابلك تماما يعني طاقتك ضعيفة فيعتبر هذا اليوم يعني يا أسوأ أيام الشهر يا أفضلها تقريبا لأنه شوي فيها نوع من أنواع التهديد لاستقرارك فبدك تحاذر من العصبية والمشاكل ومن الفضائح بتميل لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشارع مشاعر مختلفة أو مختلطة معظمها ما بين قلق وتوتر نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو هواي مثلا أو حتى لقاء عاطفي بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير هاي فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من أكثر أيام الشهر حظا فما تضيعها من إيدك اسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتزداد رغبتكم اليوم يعني بالأمور اللي تتعلق بالعائلة أو بالبيت يعني اهتمامك كله رح يكون مع أفراد العائلة أو الوضع العائلة تقريبا بيدخل بكل شيء فبدك تحمي وضعك الصحي ممكن صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للرعاية في نوع من أنواع التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقار أو تصلحات أو ترتيبات أهميش أنك تتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات واللقاءات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع اليوم بسرعة خاطر وبديهة علي جدا حاول أنك تتصرف بذكاء عشان تحصل على المكاسب بدك تسيطر أيضا على إنفعالاتك ونظم وقتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على أغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوهم من النفقات وفي نوع من أنواع التقدم بإنجاز شيء معين أو ممكن تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة المكاسب اليوم ممكن تيجي عن طريق هبات أو دعم أو تحصيل على حقوق برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو أنتم اليوم طبعا مليئون نشاط وحيوية وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وشعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات وتصلت الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيم كبيرة فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجال جديد أيضا على المستوى العاطف انت اليوم ملفت للنظر للجنس الآخر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجلوا اخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعاد فبنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ الأشياء المصيرية أو المهمة إذا في مجال تأجيلها أجلها حاول أنك تعمل فقط بشكل روتيني وتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتيني زي ما حكينا ويحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء